العوافة مساء الخير لكل الشباب والصبايا اليوم كتير الأخبار مريحة مطمئنة ممكن تكون بداية انتهاء هذه الحرب الإجرامية يلي ارتكبت على أهل فلسطين في قطاع غزة وأهلنا بجنوب لبنان يمكن تكون هادي آخر مرحلة لحتى يقتنع رئيس حكومة العدو بن يمين نتنياهو انه خلص مشواره انتهى لأنه صمود المقاومين في غزة وصمود المقاومين في لبنان أدى الى تغيير المعادلة حتى اذا بتلاحظوا كمان بالإقليم الأزرع يلي بالعراق بسوريا باليمن بلبنان بفلسطين أدت عملها وهون كمان بنستعرض شغلة كتير مهمة انه العرب سقطوا في الامتحان والعرب تبين انه كلهم سوا من غمسين في جو قتل القضية الفلسطينية على حساب فلسطين وعلى حساب لبنان لأنه أكترية اللاجئين نسبيا على عدد السكان هن موجودين بلبنان على أمل إذا هذه الحرب بدت انتهي أو هي على مشارف الانتهاء أن لا ندفع ثمن التسوية الكبرى التي يحضر لها لأنه على طول لما يكون في حالة مثل هذه بتوصل لتسوية بد يكون في تسوية إقليمية والأطراف الضعيفة هي اللي بتدفع الثمن بس بلبنان بالرغم من كل المقاسي اللي عم بيمر فيها ما بفتكر رح يدفع هذه الأسمان مثل ما كان يدفعها من قبل لأنه نحن موجودين على الطاولة مش تحت الطاولة مثل ما كان يقلنا في خامة الجبل كل عمره اعتباره من سنة الـ 88 لازم نكون على الطاولة لما يحين وقت مفاوضات تسوية على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي وعلى هيدا الأساس ما بيت تاكل حقنا ولم نسمح لحدا يأكل حقنا واليوم شفنا مواقف كتير مهمة خاصة من بعد زيارة وزير الخارجية هنغاريا للبنان واجتماعه أولا بالوزير جبران بيسيل اللي هو صديق الشخصي ولكن كلنا بنعرف أنه بالغاريا بتلعب دور محوري بالاتحاد الأوروبي خاصة أنه هي هلأ من الأطراف الرئيسيين بالاتحاد الأوروبي وكمان شفنا زيارة وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون على لبنان بغض النظر عن السوري اللي التقطه هو نجيب مئاتي ليبين هيداكي أنه هو زعيم وهو المسؤول الأوحد بلبنان بس هلأ صار عم يرجو في نتيجة الأخبار اللي عم بتقول أنه سعد الحريري راجع على لبنان بأبة باط سعودية وممكن تطول إقامته لبعد ذكرى العشاء بأربعطاش شباط لأنه بتعرفوا عيد السين فالانتان بأربعطاش شباط نحن دولة الوحيدة بالعالم منعيده رسميا ومنعطل عليه ما في ولا دولة بالعالم بتعطل على عيد العشاء إلا لبنان وهيدي نعمة منسميها يعني بركة هيدي السين فالانتان كان مشهور هالقديس بالمحبة وهو بالحبس كان عم بيعني يعرض كيفية تعامل الإنسان مع خيه الإنسان فإذن هوني عم بيرجف نجيب لأنه كان إنسان من زنان وبرك بيجي رئيس حكومة بيرجع إذا صار في انتخابر لرئيس جمهورية جديد وبالمناسبة يعني من بعد إذا حصلت التسوي بغزة ممكن يتسوي يعني يلتهوا فينا شوية حتى لأنه الأمريكان هلأ مش فاضين لحتى يقولوا لنبيه بري ولرؤساء الكتل النيابية من عدى كتلة الطيار الوطن الحر بكل صراحة يعني لمين بدن رئيس جمهورية ومين بدن يبصدوا النواب على رئيس جمهورية على أمل على أمل إنه التغيرات تضرب هذه المنظومة هيك موجة عيش عاتية تقشها وتزدها بالبحر المتوسط وإذا استفرغها البحر المتوسط تروح على البحر الأسود خليه أردوغان شوي يتحمل مسؤولية نتيجة توريثنا من قبل السلطن الدعشية العثمانية لكل المساوي يلي خارطة بعقول كتير من اللبنانيين أكان من الطبق السياسي ولا من الشعب العادي على هيدا الأساس اليوم رح نستعرض هالموضوع لأنه بيظهر أنه بحسب تصريح وزير خارجيه القطري يلي هلأ من شوية من ثلاثة دقائق بيقول إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حركة حماس للموافقة على هذا الموضوع من بين هيدا الشروط يلي كانوا عم يتبحثوا فيها خاصة القطريين والمصريين لأنه يعني هنه هنه تيابات مع العدو الإسرائيلي اللي صارت بفرنسا المفاوضات اللي صار لك ازا يوم واللي أعلن عنا اليوم هلأ ومؤخرا عبر وزير خارجيه القطرية أنه كمان من ضمن الشروط هي أنه تتوقف الاعتداءات على جنوب لبنان وعلى هيدا الأساس بيجي الربط بين لبنان وبين فلسطين فيما يتعلق بموضوع الحل لهالهجمة العدوانية الإرهابية المجرمة على الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة تخيلوا صرنا يعني بعد ست أيام منفوت بأربعة شهر بهالهجمة وبهالحرب المدمرة يلي شنى العدو الإسرائيلي على كطاع غزة وما قدر يحتلوا لكطاع غزة هيدا الفشل بحد ذاته يعني إجمالا إجمالا في ناس بتقول أنه مستوى الانتصار أنه شو دمرت غزة كلها سواء وبالتالي أي انتصار بينحكى عنه هيدا بداية انهزام العدو الإسرائيلي وبداية هدم إحدى الركائز الأساسية لتواجده بالتالي أول مرة بتصير بتاريخ العدو الإسرائيلي وتاريخ هذا الكيان الذي أنشئ غصبا على أرض فلسطين اعتباره مثل 1948 أنه يتعرض لهالمزلة هيدا لأنه صراحة يعني الواحد ما بدي يكون ما بدي تخبه ورخي اللي أصبعه يلي شفناه بهالأربعة شهر ملحمة أسطوريا عملت من قبل المقاومين في غزة بغض النظر هوني ما عنفوط بالأمور السياسية يعني واحد بدو يحكي يعني بدو يقعد قالوا ويحكي جالس مثل ما بنقال بالمثل اللبناني الشعبي فهل كان مقاومة بأرض غزة قدروا ردوا عدوان جيش إسرائيلي مدجج بالأسلحة وبالتكنولوجيا وبالتطور المهول قدروا يوقفوا بوجه لمدة أربعة شهر وما قدر الجيش الإسرائيلي يسقط قطاع غزة هيدا دليل على أن المقاومة تستعمل أساليب جديدة وبطلت إسرائيل مثل ما كانت على أيام سحقا محقا على أيام جمال عبد الناصر وطلوع وهالطفنيس اللي كان يصير من العرب والصحفيين اللي كانوا يطلعوا يقولوا أنه انتصرنا وما انتصرنا لا هيدا الانتصار هو انتصار حقيقي وهو امتداد لانتصار تموز سنة 2006 على أمل أن تقوم المقاومة في لبنان بتصريف أي انتصار يكون في الداخل اللبناني لطرد هذه المنظومة وإلا أبدا ومنكون روحنا فرص كتير كبيرة علينا على هيدا الأساس نحنا كمان منفرق بين الأمرين فإذا المفاوضات يمكن صارت على آخر ويمكن بهال كم ساعة يمكن إن شاء الله عن جد تكون هيك إنه ما نكون بس عم نتوهم نتيجة هذه أو يطلع حدا من نتنياهو أو الوزير المتعصب المتطرف الراديكالي اللي عنده الصهيونة يلي بحاولوا يضغطوا على نتنياهو لحتى يمشوا التعصب الديني بموضوع الصراع مع الفلسطينيين ويعرقلوا هذا الموضوع ولكن الإشارات الأمريكية بتبين إنه الأمريكان لأنه بايدن يعني بالنتيجة خسر كتير من أصواته وحزب الديمقراطي خسر كتير من أصواته نتيجة استطلاعات الرأي أخيرا لأنه مع عالج قصة الهجمة العدوانية الإسرائيلية على كتاع غزة وأيضا يمكن منه خلال هذا الضغط الأمريكي المستجد وكلنا عرفنا هلأ من شوي أنه الرئيس بايدن وقع مرسوم اليوم بإصدار عقوبات على بعض المستوطنين العنفيين يلي كانوا مستوطنين اليهود يعني يلي بالضف الغربية استعملوا العنف ضد الفلسطينيين في هذه المنطقة بالتالي إصدار عقوبات هيدا أمر أول مرة منشوفه كمان حتى على لسان الإدارة الأمريكية منذ أكثر من خمسين سنة عندما استلمت الولايات المتحدة الدفة من الاتحاد السوفيتي لأنه الاتحاد السوفيتي كان هو مغطي الكيان الإسرائيلي وكان يعمل أرارات النقد الفيتو بقلب مجلس الأمن الدولي حماية لهذا الكيان من خمسين سنة إلى هلأ منشوف فيه تغير نتيجة أول شي مقاومة الفلسطينيين في قطاع غزة وتحملهم وصد هذا العدوان الإسرائيلي اثنين من خلال أيضا الواقع الجديد الذي رسمته المقاومة اللبنانية في لبنان بطريقة عن جد يعني مبين كأنه هالبزل يعني إسرائيل صارت واقعة بين كماشتين كان على مستوى الحدود يعني مجنوبة للكيان الإسرائيلي ولا شمال ولا الكيان الإسرائيلي عبر الحدود الجنوبية اللبنانية أو عبر كمان الخط الاقتصادي البحري الذي يمر بباب المندب يعني على حدود اليمن بالبحر الأحمر ويلي أدى عن جد لكن ماشي يمكن هذا عامل أساسي كمان يعني بالإضافة لصمود المقاومة في غزة وصمود المقاومة في لبنان وخلق توازن رعب مع العدو الإسرائيلي لعدم تكبير حجم هذه الحرب كلنا كنا عم نقول من أول ما بلشت طوافان عملية طوافان الأقصى كنا عم نقول أنه لن تتوسع الحرب لأنه بإسرائيل ليس لديها الإمكانية لديها الإمكانية العسكرية كأسلحة ولكن ليس لديها الإمكانية البشرية وليس لديها الشجاعة الكافية وليس عند عسكرة أي شجاعة مثل ما تبين يعني بحرب غزة بها الأربعة شهور بتصيدون مثل العسافير ما أنهم قادرين يفتحوا هذه الجبات مع أنه كان في ضغط من الأحزاب المتطرفة الدينية ضمن الحكومة الإسرائيلية للضغط على بن يمين نتنياهو كي يشن حربا على لبنان وخاصة على المقاومة واتبين أنه كل هذه التهديدات كان كلها تهديدات فوفاش وخبريات سعادين كان عم يقوم فيها أركان العدو الإسرائيلي ولم تصبح حقيقة أو أمر واقع وبالتالي شبح الحرب الكبير لأنه في ناس عم بيقولوا هلأ الانسحابات الألوي الإسرائيلية من قطاع غزة وخاصة من الشمال ومن الوسط يلي هلأ عرفنا أنه انسحابات مفاجئة يقال أنه في مخاوف ما يقوموا يجوا على يبلشوا الحرب ضد لبنان هيدا المخاوف شو بتكون فيها هيدا كلها بعدها كلام فارغ لن تتجرق هذه الدولة المغتصبة أن تشن حربا على لبنان لأنه بتعرف شو رح يصير معها وشو نتائجة هذه الحرب وهون يعني مثل ما قالت بالبوست يلي كريميل نعمل هذه الحلقة أنه بننا نروح صوب صوب تل أبيب صوب قطاع غزة لحتى نتفرج على المهزلة الإسرائيلية وانسحاب هذا الجيش الذي يقهر في كل ساعة وفي كل حين وكمان نعرج على تل أبيب لحتى نشوف نتانياهو شو عم بيعمل وشو عم بي يعني العويل تبعه هل عم بيكسر الإزاز بمكتبه هل عم بيشبق السكرتيرا اللي عنده هل عم بيشبق بالوزراء هل فائد أعصابه بيّن أنه فائد أعصابه وكمان منعرج على الصيفة بلبنان على البيت المركزة لنشوف سامي إذا إذا النظور تبعه نفع ولا ما نفع وإذا العويل اللي كان عم بيعملوه رح يسمعوه بتل أبيب وأنا بشك أنه بيسمعوه لأنه يعني كانوا ملكيين أكتر من الملك بعض الجهات السياسية بلبنان وعلى هيدا الأساس منشوف عطول بينفضحوا يعني ما بيستروا على حالهم لأنه مفكرين أنه عن جد في ناس بعضة في جهات سياسية ومسؤولين بلبنان بعدهم مفكرين أنه إسرائيل هذا الوحش اللي كان بإجتياح 82 أو القبلة أو بحرب الغفران أو بحرب 67 اللي هي الغفران أو بالحرب اللي قبلة مع جمال عبد الناصر ومع مصر مفكرين أنه العملية سهلة ونزهة عندها وكانوا عم بيرعبنوا هذا الموضوع عم كان لما نحكي بيسامي يعني عم نحكي بيسامير بالنتيجة هو دي مرعبنين على انتصار إسرائيل لحتى فكرهم بعدهم أنه يرجعون على الثمانينات وعلى السبعينات لحتى يكونوا ربوء لإسرائيل بالوطن الحبيب لبنان فإذا عرجنا على مكتب الصيف يمكن ما يطلع حتى صوت العويل لأنه بالنتيجة الأخبار الواردة أنه هناك الصفقة انتهت وبيظهر أنه خلال الساعات سوف يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار شو هي مساوئ هذا الموضوع شو هي حسناته ممكن يلي كانوا عبيحكوا بالربط بين ملف الانتخابات الرئاسية بلبنان وانتهاء الحرب في غزة وفي جنوب لبنان هذا ربط منه منطقي لأنه نرجع من عيد ومنكرر أولا الفراغ الرئاسي حصل قبل بدء عملية طوافان الأقصى ورح يستمر ممكن بعد هذه الصفقة في حال تمت وعلى هذا الأساس ما بدنا نربط ها هود الموضوعين ببعضهم بالتالي للأسف ما يقرر في مطابق الخارج هو الذي ينفذ في مجلس النواب اللبناني اللي على رأسه واحد مثل نبيه بري وللأسف المعظم رؤساء الكتر النيابية ينفذون إرادة الخارج فيما يتعلق بالبصم على تسمية أي مرشح لرئاس الجمهورية لأنه ليش عم بستبعد فكرة الرابط بين اتنين أنه بنتنتهي خبات رئاسية رئاسة جمهورية بلبنان لأنه صدقوني منها يعني يعني غابة اللي بيفكر بهذه الطريقة لسبب بسيط بس وجوهري هو أنه أنه هالمعادلة الإقليمية هاي ده رئاسة جمهورية رئاسة جمهورية ما في عندها صلاحيات يعني غير مقررة على المستوى السياسي بشكل كل إلا بالتعاون مع السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية يعني ما بفتكر إن كان الأمريكان ولا غير الأمريكان ولا الأطراف الإقليمية مثل إيران ومثل السعودية ومثل المصر ومثل تركيا ومثل قطر ومثل اللجنة الخماسية ومثل فرنسا رح يقايدوا هاي ده الموضوع بهذا الموضوع يعني هاي ده كمة الجهل السياسي الجهل الجهل السياسي لأنه هذا الموضوع ما بيركب على بعضه ممكن إذا حكينا بتغيير تركيبة النظام ايه بتغيير هذه المنظومة ايه الواحد بيقول إنه هاي ده كبيرة مثل هاي مش هون مش عم نقلل من مقام رئيسة الجمهورية ولكن يعني في شي مش مزبوط بهذا الموضوع بالتالي ما في يعني ما في ربط بين انتهاء الحرب في غزة والبدء بحال حالة الوضع في ربط من الناحية المعنوية السياسية إنه بيتفضوا للبنان لحتى يقرروا مين بدون يسموا مرشح لرئاسة الجمهورية هون نحن من بعد في حال صارت هذه التسوية وانتهت الحرب على الأكيد على المستوى الداخل الإسرائيلي هناك انتهاء لحكومة بن يمين نتنياهو وهناك انتهاء رهيب ل نتنياهو بالتحديد وبالتالي مستقبله السياسي مش صار على محق صار على مشارف الانتهاء بمجرد إعلان انتهاء هذه الحرب لأنه الانسحابات اللي صارت اليوم لقلوية الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة تدل على هذا الموضوع وتدل على فشل المخطط الحرب الجهنم اللي كان عم ينعمل على غزة واللي كان عم يتفكر انه بس خلصوا من غزة على أساس بتروح معهم جمعة جمعتين وبيجوا على جنوب لبنان لحتى ينهوا كمان ما يفكرون به هون بالوقت المستقطع كان فيه مباحثات حول انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بلبنان بمزارع كفرشوبة ومزارع شبعة والنصف الشمالي من قرية الغجر على حدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وإعادة تسبيت نقاط الحدود البرية النقاط الزرقاء يلي مش موافق عليها لبنان بحسب القرار 1701 على هيدا الأساس رح نشهد ممكن كتير نشهد انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وحسب نتائج هذه الهمجية الإسرائيلية ما تنسوا كمان في نتيجة كتير إيجابية الأواهي أنه الشعوب العالم وخاصة الشعوب الغربية صارت تعرف حقيقة هذا الكيان الإسرائيلي صارت تعرف أنه هذا الكيان بيعمل إبادات جماعية بيعمل هلقاست جديدة بحق الشعوب الآمنة والمستقرة وصار فيه كلام كتير كبير من بريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع حل الدولتان يلي بنا نرجع شأنها أم أباينها لأنه بس الوزير جبران بيسيل يحكي على هذا الموضوع حل الدولتان بيخونوه بس هون يمنكون عم نرجع على مقررات القمة العربية اللي صارت ببيروت سنة 2002 ويلي حكيت عن هذا الموضوع أنه الأرض مقابل السلام هون مش مبالغة إذا بينفرض حل الدولتان معناتها بتبلش بداية نهاية إسرائيل من دون حرب من دون حرب لأنه بالداخل سوف يتآكل وبدو يصير فيه هجرة معاكسة من يهود الداخل إلى الخارج لأنه ما بقوا يوسقوا بأنه هن هالمارد هيدا يلي بيقدر يتدافع عن الإسرائيليين وبيدافع عن مصالحه لأنه تبين أنه عن جد أوهن من بات العنكبوت فإذا الشعوب الغربية وعيت لواقعها وعيت أنه كل الإعلام اللي كان موجه بالغرب كان من أجل ذر رماد بعيونهم وغسل دماغهم على واقع غير حقيقي هون في كم دولة بنا يعني عن جد نوجه للشكر خاصة إيرلندا وجنوب أفريقيا يلي عن جد وقفوا بطريقة كتير والجزائر بنا نحيي الشعب الجزائري والرئيس الجزائري على موقفه يلي يعني كان معاكس تماما لموقف المغرب وموقف تونس عفوا مش تونس وموقف الدول العربية وخاصة الخليجية يلي كمان نفضحوا من خلال هذا الموضوع بس هوني كمان لحتى ما نستشيط وما نبالغ بالنتيجة صار في حال دولتين وانتهت هيدا الصراع وانسحبت إسرائيل من لبنان رح يصير فيه اتفاقية رح يصير فيه تنفيذ لمقررات قمة بيروت للجامعة العربية اللي صارت بالألفان واثنين وعلى هذا الأساس رح بيصير الصراع اقتصادي و اذا أزعنت الأحزاب الموجودة او التكتلات اليمينية المتطرفة بإسرائيل ممكن اذا أزعنت يقد الى بدء نهاية هذا الكيان من حيث الرهب اللي كان خلق اعتباره من سنة 1948 هون بتوجب علينا كلبنانيين ان نكون قلب واحد ويد واحدة فيما يتعلق في حال انتهاء هذا النزاع ان لا تصرف على حسابنا وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأنه يزهر من اتفاقية التسوية يلي عم بتصير هلأ لاعلان انتهاء الحرب يزهر انه ما في ترانسفير للفلسطينيين الموجودين بقطاع غزة المليونين الفلسطينيين اللي صاروا مليون وتسعمية وسبعين الف لأنه راح تلاتين الف شهيد تقريبا ما في ترانسفير لقلون وبالنتيجة ما في خطر انه يجوا على لبنان بحسب ما يتم تدوله ولكن عنا نحنا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب ان لا يقبل اللبنان بأي شكل من أشكال بالتفاوض على هذا الأساس كي ينعطوا جنسية لبنانية ويتوطنوا بلبنان ويجب العمل سريعا على حل مشكلة النازحين السوريين بأسرع وقت ممكن وعلى هذا الأساس يجب انتخاب رئيس الجمهورية بس أكيد أكيد مش من ضمن هذه المنظومة اللي ما راح توصل لمطرح لأنه هذه المنظومة ستعمل من خلال التسوية اللي عم بتصير بركة بتنفذ هي وتخلي راسها محفوظ لحتى تبقى مستمرة بنهش بنهش بالشين هذا الوطن وبنهش مؤدراته وبنهش مؤسساته فيجب لا نسمح لهذه المنظومة أن تستمر أو أن تستفيد من هذه التسوية وأكتر من هيك انتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات من أجل التفاوض على هذه الموضية لأنه ما حدا بحق له يتفاوض غير رئيس الجمهورية فعلى هيدا الأساس بالواقع الداخلي يعني نتمنى أنه تتغير العقلية الدولية فيما يتعلق بلبنان لأنه الشعب اللبناني يعني الساكت والشعب اللي عم بيتحرك والشعب الفهمين والرش ممكن كمان ما بدون تستمر هذه الحالة وبنهن نخلص من هذه من هذا الوباء الموجود عنا بالسلطة المتجسد بهذه السلطة بنبيه بر بنجيب مئات بورس الحريري يلي هلأ عابين حكى أنه بده يرجع بغطاء سعودة مجددا لحتى يعب الفراغ أي فراغ المزرعة الحريرية انتهينا منها ويجب الاستمرار بالانتهاء منها كما يجب الانتهاء من المزرعة البرية ومن المزرعة الجمبلطية ومن المزرعة الجعجعية ومن كل هذه المزارع الموجودة بالسلطة اللبنانية لحتى ننتفد لكرامتنا كمواطنين لبنانيين ولحتى ما نسمح من يوم مطالع كمان بالرهانات المشبوهة مش الخاطئة لأنه الواحد بالسياسة بيغلط ولكن الرهانات المشبوهة مثل الرهان على انتصار العدو الإسرائيلي لحتى يتقرش على مستوى السياسة الداخلية بلبنان لحتى يفكروا انه كيف بدهم يربحوا على خصومهم بالداخل هون ما فينا إلا ما نذكر موقف الوزير جبران بسيل وموقف طيار الوطن الحر وموقف خامة الجبل العماد ميشيل عون يلي كان على طول الصباق في احتواء اي خلل ممكن ان يحدث على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالصراع مع العدو الاسرائيلي وعن جد هن السباقين لانه هن المدرسة السيادية صراحة الوحيدة بلا من منفنس على بعضنا وبلا من بالك لحين إثبات العكس هن المدرسة الوحيدة السيادية والباقي لا ما انه سيادة ما انه سيادة لاحظوا ليش ما انه سيادة لاحظوا معي تابعوا معي سامي جميل حزب الكتائب بيطلع بينادي بتنفيذ القرار 701 من قبل لبنان وبيتباكى على القتلة الاسرائيلية ما بيتباكى على القتلة على الشهداء اللي عبي سقطوا بلبنان شو بدي هو ما رح يتباكى على شهداء غزة مش مشكلة سامير جعجع بيحكي عن تنفيذ 1701 من ميلة لبنان ولي جمبلاط عارف بس حاسس بالسخن ما كان عم بيصرح ابدا بهيدا الموضوع نجيب مئات قاعد يقرق لحتى فكره هو يستمر برئيسة الحكومة بالغلطة اللي عملت بتسميته نتأمل اللي تستعاد هذه الغلطة مجددا ويتسمى واحد مثله بس بالوقت ذاته ما فينا نحنا نقبل انه والله بننرجع سعد الحرير والله لانه قرار السعودية لانه هيد المزرع نحنا بنن نخلص من هيد المزارع اللي نبت تفرخ اعتبارا من 12 ايار سنة 1992 هيد المزارع بننخلص منه وهيد الشعب اللبناني لازم يعالى بكل فئاته لحتى ما يستمروا بهيدا واذا حدا عنده اي لغة هوني بيضلوا يقولوا عن ملف الكهرباء ليش ما بتشرح وين ال40 مليار دولار طبقون كهرباء كمان رح فوت فيها هيدا الكهرباء من سنة 2010 لهلأ اللي عم بيحكوا عن المليارات مع انهم من سنة 92 هي بيديهم الكهرباء وبعدها لهلأ بيديهم ليه لانه المالية كانت بايد المزرع الحريرية وانتقلت للمزرع البرية بالتالي المالية هي الوزارة الوحيدة التي تتحكم بكل أعمال الوزارات وحيالله صرف بيكون بأي وزارة وخاصة وزارة الكهرباء بدي يكون بموافقة أو عدم موافقة وزارة المالية يعني كل القرش بينصرف بالكهرباء بدي يكون خضعة لرقابة وزارة المالية اللي هي بتفرج عن هذه الأموال وإذا ما دفعت ما بيصير كل سنة هن الفيول تمن الفيول وعقود تشغيل المعامل إذا بتحسبوهن من 2010 إلى هلأ بيطلعوا 24 أو لأنه في خلاف على قصة الـ 40 والـ 20 وعلى كل حال طلعت التقارير أنه هن 22 مليار دولار هولي تمن فيول ممشناك الوزير جبران بيسير كان واضع خطة الكهرباء لحتى ينشق معامل ما بتروع الفيول السدود لاشو سدود فكرا لاش لاش مخطط الوزير جبران بيسير فيما يتعلق بالطاقة والمياه كان على أساس بناء السدود لأنه عنا أكتر من 25 نهر بلبنان على منطقة الساحل بيقدر الواحد بالأصل النبع تبعهم يعمل سدود بيصير يولي الطاقة على الماء طاقة كهربائية على الماء مين كان عبي يقول إلنا الشرف إنه نوقف المعامل علي بابا خليل وبي ونبيه بره والمنظومة كلها معليه من سينة أنا بدي ردهم للهودي اللي بيسألوا عن 40 مليار دولار بدي ردهم بس على تصريح سعد الحريري بمجلس النواب سنة 2017 وقت القال لو إنه من وراء النكد السياسي لو إنه نفزنا خطة جبران بسيل طبعية لسنة 2010 كنا هلأ 24 على 24 سمير جعجع بذاته بلسانه سنة 2017 بإداس شهد القوات اللبنانية اللي رواحون هو بيطلع بيقول هيده خطته هيده ابنه خطة الوزير جبران بسيل هو ما بده تطبقه بس الشعب اللبناني نفسه ذكرته أضرب من ذكرة السمك النكد السياسي هو اللي خلى هيده الموضوع وأصحاب كرتلات الموتارات من نبيه بره لمشيل مر الله يرحمه يلي بالمناسبة مبارح كان ذكرى رحيله الثالث أو الرابع أو الثالث بفتكر يعني اللي جنسهم هو أو بهاء رفيق الحريري سنة 1994 ما حدا أجه على دفنه وقته أكيد ما حدا عز فيه وهون مش شماتة فأصحاب الكرتلات يعني وليد جنبلاط نبيه بره مشيل المر سامير جعجع سليمان الفرنجية نجيب مئات وبعض المتزعمين فؤاد السانيورة ببيروت هن اللي عم مانعين الكهرباء لأنه عم بتدرلهم مليارين و800 مليون دولار بالسنة تخيلوا يرجعوا ويتخلوا عننا هلا بيطلع لك كيف هيدا الموتار لفلان وهيدا الموتار لفلان ما هول هن أصحاب الموتارات كلهم بحطوا أسماء وهمية ملاكة وبيصير هولا الجيباية بس لأنه مش حيشبه نبيه بره وبيذاته مش حيوظف مش حيقول لرئيس مكتب سياسي بحركة أمل نزال انت لم الجيباية أو سامير جعجع رحيوظف واحد من عنده لا بحطوها بأسماء وهمية انه هذي ملاكين لألون واللي مش عاجبه هيدا الشرح فيه روح يتقدم بدعاوة مالية على كل وزراء الطاقة طبعا طيار وطن الحر وقد قدموهن عند علي إبراهيم يلي يلي هو زلمة نبيه فره لم يستطع لغاية هيدا التاريخ ان يدعي على أي وزير من وزراء طيار نحن نفرق عن غير ناكلنا سوا انه نحن ما مندافع بطريقة ببغائية يا خي طيب اذا عم تتهمون انه رايحين 40 مليار أو 20 مليار أو 10 مليار أو 100 مليار من نياب العام المالية معكم لما بتدعوا قدام المحاكم المالية لما بتدعوا قدام نياب العام المالية سبقوا وحاولوا ما زبطت حتى علي إبراهيم مدع العام العام المالي ما قالوا كان يعني استحش وبدوا يعمل ضب الملف يعني يعني تخيلوا كلهم النطرين لحتى يدبحوا ويسلخوا لجبران بسيل طيب ليش ما حدا الدعا عليه ومع أنه القضاء بقيدهم ما بيقدروا لأنه مش لأنه مش مظبوط لأنه الدعاوي إذا قدموها بترتد عليهم لأنه مين وزير المالية مع مين وزارة المالية بقيد ما في أسهل منا ومجلس النواب مع مين بحيال تكي كان بيقدر نبيه بره يعمل جدوى الأعمال ببند وحيد بمشروع المعجل المكرر أو بطرح أو بمحاكمة جبران بسيل ووزراء الطاقة على القليل للنواب لأنه مجلس النواب هو مجلس الأعلى لمحاكمة وزراء والنواب والرؤساء يعني كان بيقدر حقيقات بدأتطلع برأس وبدأتتد عليهم لأنه وزارة المالية هن حكر فيها وحكمية لمصر في لبنان هن مسيطرين عليها بكل بساطة ما قال علاقة بالدفاع عن خط سياسي محدد وإلا ليش ما حدا من كل هالأفريقاء اللي بيهاجموا وزارة الكهرباء ما حدا رفع دعوة عليهم لأنه بكل بساطة برجع بكرر بدون يتلاحقوا هن حكينا بموضوع بشكل عام فإذا نتمنى بموضوع التسوي في حال حصلت خلال الساعات وإن شاء الله لحتى تخلص معاناة الناس مكان بجنوب لبنان ولا بكتاع غزة لحتى تخلص هال الترجيديا هيدا المأساة يلي عم بعشوها ولحتى كمان نشهد نهاية بن يمين نتنياهو السياسية نتمنى أنه تكون هذه التسوية أو الصفقة أو اللي هي بسموها يلي عم تنعمل ما تكون على حساب الداخل اللبناني وعلى أمل أنه هالزيارات اللي عم تنعمل للبنان تكون عن جد من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ورفع الغطاء عن هذه المنظومة للبدء بعملية مكافحة الفساد الحقيقية والبدء أيضا بموضوع اليوم وزير العدل تسلم تقرير إن شاء الله يصير هذا الموضوع لأنه ما بيتجرق نبيه بره يحكي فيه بمجلس النواب لهذا التقرير بالتالي إن شاء الله تتغير العقلية بالدولة إن شاء الله بتتغير المنظومة كلها سواء إن شاء الله بتتغير منظومة المالية بحكمية مصر في البنان لأنه وسيم منصورة هو امتداد لرياضة سلامة ما تتغير شي يعني من وقتها بس يلي تغير أنه نسكت عن كل شي كل هالمصايب اللي عم بتصير من بعد انتهاء ولاية الرئيس مشيل عون في خامة الجبل يلي كانوا كلهم عم يتهجموا عليها وعم بيحطوها فيه شوفوا شو صار من بعد رحيله ما حدا عم يفتح تمه لأنه كانت القصة لضرب من يأتي إلى السلطة من أجل مكافحة الفساد على هيدا الأمل نحنا عنا ثقة بالإيادة عنا ثقة أنه هذا الموضوع لن يمر على حسابنا طالما فيه صوت صارخ وطالما هناك أشياء تحت الطاولة نحنا ما عم نعرف فيها والوزير جبران بسيل بيعرف فيها الرئيس عون بيعرف فيها طرفين بيعرفوا فيها هيدا الأشياء اللي بتكون مش معلنة للآخرين وهون يبدأ مرق نقطة لازل حتى قلهم لبعض اللبنانيين أنه طيب إذا وليد جنبلاط موافق على سليمان الفرنجية لماذا لا ينتخب أو سمير جعجا أعلن أنه مستعد في حال أعلن لجلسة انتخاب رئيس جمهورية ينزل على مجلس نواب لحتى يغطوا جلسة لماذا نبيه برري ما عم بيعلم فيه السببين يا أما ما بدون يا لسليمان الفرنجية لأنه قرار أمريكا بعد ما وصلوا مين بدون الأمريكان لحتى يبلغوا لنبيه برري وهو يبلغون لرئاسة الكتل لحتى يبصنوا بمجلس النواب أو عن جد ما بدون رئيس جمهورية لأنه عم يتمتعوا بمغانم السلطة وعم بيحكموا بدون وجود رئيس جمهورية وطالما البطرك الراعي عم بيغطي أرارات ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية بغض النظر عن المواقف اللي عم تطلع بهذا الموضوع مثل ما شفنا بالطلب من نبيه برري التشريع بغياب رئيس الجمهورية والطلب من نجيب مئاتي استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية برد القوانين بغيابه لرئيس الجمهورية هيدا شي يعني هني مبسطين فيه مرتحين فيه مرتحين والكل بيعرف أنه قرار انتخاب رئيس الجمهورية يأتي من الخارج للأسف لهالسبب أنا عطول بكرر وبعيد وبزيد كل مرة أنه يجب تغيير موضوع البند اللي بيتعلق بالدستور بانتخابة رئيس الجمهورية وخاصة المادة 49 بثلاثة بنوط طبعة بثلاثة فقرات لحتى ينعمل انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة لحتى نسحب أي زريعة من قبل أي دولة خارجية لما تتدخل بهذا الاستحقاق ولحتى يكون هذا الاستحقاق بصنع تتخاب رئيس الجمهورية من قبل هذا الشعب على أمل أنه إذا صارت هذه التسوية يلي منتمنى ما تكون على حساب لبنان ومنتمنى على الأفريقاء اللبنانيين يلي بعضهم هلأ بيعتبروا حالهم أنه هن بيفكروا لبنانيا أنه يحطوا إيديهم بإيد الوزير جبران بسيل وأديات الطيار وطن الحر من أجل البدء بشطف هذه المنظومة إلى خارج البيئة اللبنانية لحتى نبني دولة بتليق فينا ومنليق فيها وعلى أمل أن تنتهي هذا الحرب ويعلن خلال الساعات القادمة موضوع الانتهاء من هذه المجزرة وترتاح كل الناس ويكون سبب من أجل بناء سلام عادل وشامل والأرض مقابل السلام لأنه حل الدولتين بيريحنا بلبنان كليا وبيريحنا من أزمة اللجوء الفلسطيني عندنا وبيريحنا من أزمة النازحين السوريين عندنا لأنه بتكون انتهت الأوراق السياسية اللي كان الغرب وأوروبا وأمريكا عم تضغط على أساسها لإبقاء النازحين السوريين في لبنان لتحقيق مكاسب سياسية أو للمفاوضة مع إيران ومع السعودية في موضوع يعني تعرفوا بيعملوا مقايدة بقصة المفاوضات لأنه هيئة عم تفرج كمان بمنطقة المشرق يعني عم نحكي بالعراق وسوريا وبإذن الله بينسحبوا الأمريكيين من سوريا لحتى نخلص من هالترجومة كلها سوا لحتى يوعوا كمان أنه هذه البلاد وهذه الشعوب لا تحكم بهذه الطريقة وبالتالي يجب تغيير هذه الزهنية فيما يتعلق بالعدول الإسرائيلي والتغنيج لهذا الكيان وكأنه هي بنتهم لأنه ما بينفع بالتالي نتمنى أن لا تكون على حساب لبنان ولكن كلنا ثقة بالإيادتنا لحتى ما تكون على حساب لبنان وعلى حساب شعب لبنان اليوم بالنهاية بدي أتذكر الرائد الشهيد الرائد بير بشعلاني والشهيد المعاون أول إبراهيم أحمد زهرمان يلي سقطوا نتيجة الغدر الداعشة يعني تخيلوا الجيش لازم يسقط على هالحدود لازم يسقط في الزود والدفاع عن سيادة لبنان وحدود لبنان مش بترابلوس وبعبرة وبعرسال وبكل مفرق وبشارع الميتان وبشارع المية وبجبل محسن وبالتبانة وبصيدة وببيروت ومدروان الجيش بيسقط على الحدود بس للأسف هيدا السلطة الحقيرة لأنه على أيام سعد الحريري كمان وقت كان رئيس حكومي قبل ما يجي الرئيس مشالعون على سدة الرئيسة بأسر بعبدة ولكن تخيلوا الحجائري مبتهم بقتلهم وبطائية وبينزلوا كانوا لعند بألفين وخمسة عشر بينزلوا لعند سعد الحريري يلي عليا كان مذاكر التوقيف من المحكمة العسكرية صادرة من قادة تحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الحجائري يلي فوتو من بعض ضغط وينو مين عبيحكي فيهم لهود الشهداء مين عبيحكي فيهم ما حدا عبيحكي فيهم حتى ما تطلع بيان بذكرى استشهادهم تشقفوا بدنا نحيي دمهم لهود الأبطال وبنتمنى أنه إذا بدوا يصير فيه شهادة للجيش اللبناني تكون الشهادة على الحدود مع الأعداء الخارج على أمل كمان أنه هذه التسوية تؤدي أيضا إلى تسليح الجيش اللبناني بسلاح يليق به من أجل الدفاع عن سيادة الوطن لحتى يسحبوا حيالله زريعة ممكن كرمال موضوع اللي بيقولنا دينينا فيه كل يوم بتبلولنا دينينا فيه قصة موضوع السلاح على أمل كمان تتغير المنظوم الديني في لبنان مع المنظوم السياسية مع المنظوم القضائية ومع المنظومة الأمنية لحتى ننتهي من كل هذه المصائب ولحتى نعيش ونخلي غيرنا يعيش متى كل آخر حلقة منقل له نحنا معك لآخر نفس نشوفكم بكرة ساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل انترونا وعلى أمل أنه بكرة يكون اللايف عم نحكي عن انتهاء الحرب الوصخة يلي عبي شنوه أعداء وحلفاء الشيطان بركة بإذن الله منشك عصا موسى بجنوب نعمل حدود متل ما لازم تنعمل نسترد ما يجب أن يسترده وبركة بإذن الله كمان بينتهو كل الخوانة في لبنان يمكن كتار يقولوا انه شو عم بتحلم لا مش عم نحلم مش عم نحلم واصلا مش عايب الحلم لازم نحلم لحتى ننفذ هيدا الحلم لأنه كل شي بيبلش بفكرة بكلمة الكلمة اللي هي فكرة والفكرة بتتنفذ على أمل أن تتنفذ هذه الأحلام ونصير دولة مثل الخلق تصبحوا على ألف خير شكرا